اشتركوا في القناة من ملك وكتابة بيستهلها المهندس عدلي بالبطل والتكاتف والخصوم يا أستاذ برايما ما في حياتي ولا في أي حتة في العالم ممكن تشوف هذا المشهد ما في حد بيطلع إلا بيتكلم يقولك الأهل مسؤول بقى هتقول لي والمقابلة والعلاقات الطيبة لا النهاردة لازم نوقف ونراجع نفسنا كلنا العلاقات الطيبة مش تفرش لي سجادة العلاقات الطيبة تتصرف معايا من قلبك بهذا المفهوم أينما مش يطلع أعضاء مجزدارة مرة نائب رئيس المجلس يحيي المتحدث الرسمي على أنه بيهدد لاعب النادي الأهلي بالجماهير بدل ما يواخذوا وواحد تاني أعيد لفلوسيديوهات مسؤول عن كرة القدم يلقح كلام طول النهار عن نادي الأهلي ويشكك في كل ما يخصه وأخيرا نطلع عدو تحت السن ما جابش سيرة غير طول تلطيش في النادي الأهلي لدرجة أنه نسي مسؤوليته تجاه نادي وابتدى يقولك والنادي المنافس بقى اللي بتدى يزيحه هو وفيها إيه أنتوا بدي يقول إيه ما يبقى البطل محدش بيضايقه هو أنا بنافسه إنما لما تصل الأمور لهذا الحد تفهم حاجة واحدة بس لما تشوف الاستدوهات معظمها كل يوم لازم فيه خبر على عائف النادي الأهلي كل يوم لما تجمع كده الأسماء ماشي الفرق كلها ما عاده وسام أبو علي لسه مجاش دوره لأ السنة الجاي كل يوم وإيه وإنه كولر مش عايز كولر مش عايز واللعيب مش عايز واللعيب عايز مش عارف إيه وكولر عايز إيه ولجنة التخطيط بتفرض إيه مش عارفين يجبوا لك مشاكل إزال وآخرها وحنأجلها في معادها المنتخب الثاني الفيلم بتاع المنتخب الإلوم لسهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو